السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ضبط أعدادات كرت الشاشة AMD طب حتى ينسرع الألعاب وخاصة اللعبة goal of duty طبعا لأصحاب كرت الشاشة AMD يلي عندهم شوية لاغ أو شيء من هذا القبيل طبعا رح يقدر يتخلص منه ان شاء الله بضبط أعدادات كرت الشاشة AMD اللهم صلى على سيدنا محمد أنا حطيت في آخر الفيديو شوي من اللعبة بس حتى تشوف الطريقة يعني كيف رح يصير عندك أنا عندي لاغ صراحة عندي كتير لاغ ما شوي يعني اللي عنده كتير لاغ 90% ما يزبط معه يعني 100% ولكن اللي عنده شوي رح يمشي الحال إن شاء الله طبعا بعد ما فتحنا نحن كرت شاشة AMD طبعا بنروح على الستن على الأدادات اللهم صلى على سيدنا محمد بتروح على الأدادات هون محل ما مقشر لك أنا ولا أنت أضبط الأدادات أنا مشار ما أحكي كتير أنت أضبط الأدادات مثل عندي تماما طبعا هون الأبديت التحديث هو بيكون محطط له تشغيل أوتوماتيكي أنت أعمل له إيقاف طبعا هاي الخانة الأولى الستن هي الخانة الأولى بتأعمل له إيقاف وبيصير هيك نفس عندي تماما طبعا لو رحنا على القيار الثاني اللهم صلى على سيدنا محمد طبعا القيار الثاني إذا محطوط هو على الكل انت حطوه فقط على الألعاب يعني إذا هو محطوط على جوستوم انت حطوه على الجيم بس حطوه على الألعاب بتنزل لتحت بعدين بتحط على انتيل بتحط إشارة كمان أني تشغيل طبعا هلا لو نزلت على انتيل بتحط تشغيل وبعدين تحط إيقاف بعدين بتحط تشغيل بعدين بتنزل على التالي انت أعمل نفس عندي تضبط أعداداتك يعني نفس عندي أنا مش هم ما أحكي كتير انت أعمل أعداداتك مثل عندي تماما يعني فينك توقف الفيديو وتأعمل أعدادات مثل عندي تمام طبعا هون في 2x أنا بس بدي نبه على هادي الشغلة في 2x طبعا هادي الخانة إذا محطوطة عندك على 8 أو على 6 أو على 4 حتى بس على 2 يعني بس حتى على 2 وإن شاء الله طبعا إن شاء الله رح يهمشي الحال وهيك بتكون هادي ضبط أعدادات الألعاب طبعا 100% وبعد منها أعمل نفس ما عندي تماما نفس الصورة هون تماما الخانة الثالثة الخانة الثالثة بعتقد ما فيه شي طبعا الخانة الثالثة مثل ما حكيت أنا ما فيه شي يعني أنا بصراحة انزبطت الأدادات يعني سويت الأدادات عندي كلها تمام وجربت اللعبة وبعدين رجعت لعند كون وقت لكون الخانة الرابعة طبعا الخانة الرابعة هون ما فيه شي هون إذا بدك تعيد الأدادات للوضع الافتراضي يعني إذا سويت أنت شي أخطاء أو شي طبعا فينك تضع تضغطها بيرجع كل شي متل ما كان الخانة الأخيرة طبعا بس بتكون هون بيكون علي إنابل أنت حطة يعني بيكون هي محطوط تشغيل أنت حط إيقاف بس وما تلعب بشي تاني غير هيكي طبعا شوفت الأدادات إذا عندك نفس عندي أوكي كله تمام يعني هو ما راح يكون نفس عندي بس أنت لازم توقفت لك الفيديو شوي وتضبط أداداتك نفس ما عندي تماما حتى تكون لعبة جول الفيديوتي عندك إن شاء الله ما فيها تقطيع ولا شي طبعا لو راحنا على الهوم طبعا هون ما في شي كمان راح يحط لك اللعبة الافتراضية طبعا يلي أنت بتلعب فيها أكتر شي أو هيك شي يعني اللي بتشتغل عليها أكتر شي طبعا راح يحط لك ياهوة أوتوماتيك بالواجهة طبعا لو راحنا على الألعاب على جيمين هون محل إضافة للعب طبعا أنا كتب القبل طبعا أنا اليوم حدستو أنا كتب القبل أسحب اللعبة سحب يعني يقبلها تدخل اللعبة بس هلأ ما بقى بعرف ليش ما بقى يقبل اللعبة المهم بتروح على لثلاث نقاط بس لفرجي كون طبعا ما بقى يقبل اللعبة كان من قبل كان يقبل اللعبة يعني كان يقبل اللعبة ما كان يقبل اللعبة المهم بتروح على ثلاث نقاط على اليمين بتضغط وبتحط إضافة ملف أو إضافة لعبة إضافة لعبة بتختار من هون اللعبة اللي بدك اياها انت وبتضيفها يعني مثلا متل هلأ انا ضغطت عليها وراح حط مثلا اندرويد عدد نفس المحاكي يعني متل ما شايفين انضاف عندي الاندرويد لو رحت كمان مرة تاني وعطيته اوكي طبعا متل ما شفتو كيف انضاف عندي كمان بس هيك يعني هادي طبعا لتشغيل اللعبة بتعمل كليك يمين وبتحط التشغيل لو رحنا على الخيار التالت طبعا هون رح يعطيك الرام والسي بيو والجي بيو ولوفرام وما بعرف شو المهم طبعا هاي ازا شغلتها رح يعطيك كل الاحداث شو عم يصير بكرت الشاشة وقت بتشغل انت اللعبة او بتشغل اي برنامج رح يعطيك هو شو بيصير طبعا هون تصغير وتكبير انت متل ما تلك بس وقف الفيديو وضبت ادادات نفس عندي تماما وان شاء الله ما رح تلاقي لاق ولا تقطيع بالالعاب طبعا انا حكيت يلي عنده شيء بسيط يعني بس يلي عنده كتير هادي مشكلة هون طبعا حط على الجيم متل ما حكينا بالقبل كمان هون لو ضغطت على سي رح يرجع كل شيء متل ما كان هلا طلعنا من احنا من كرت ام دي بتحط كليك كميم تروح ادادات العرض طبعا هلا خلصنا نحنا من الام دي من متقدمة ادادات العرض المتقدمة بتحط طبعا لو حطيت عام ما رح يشتغل معك لازم تحط كلاسيكي بعدين بتعمل استعراض وبعدين بتختار اللعبة يلي بدك انت تضيفة على ادادات الرسوم حتى يشتغل معك كرت ام دي بشكل صحيح بعدين بتحط بتضغط على كبسة وبتعملو خيارات وبتحطو اداء عالي حط اداء عالي طبعا متل ما عملت انا هلا يعني انا ضايفون من قبل ضايفون بس بتضيفة اللي بدك اياه وبتخرج وبعدين بتشغل اللعبة وان شاء الله بيكون عندك كل امورك تمام طبعا انا هلا رح اشغل اللعبة وجرب ورح شوف اذا فيه تقطيع رح شوف اذا فيه تقطيع ولا مش الحال انا عندي تقطيع كتير بصراحة يعني انا كرهت اللعبة من التقطيع بس هلا رح شوف اذا فيه تقطيع يعني بعتقدر يعني اذا كان فيه رح يكون فيه شيء بسيط بس اللي عنده تقطيع شيء بسيط رح يروح تقطيع كلياته يعني ما رح يصير عنده اي مشكلة طيب انا هلأ رح اشغل اللعبة واترككم شوي يعني فينك تشوف انت الفيديو اذا كان فيه تقطيع ولا لا طبعا انا ما رح اقدر شغل اللعبة كلاتها اخترت مقاطع هيك معطاع صغير بس من يعني من كل منتصف اللعبة اخترت معطاع صغير طيب بعد هيك كان شرحنا لليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته امي انشأ امي انشأ رو Hamilton رفع پسط فر انرو این اذن اترض التور مجد نير LL وقت سورها المنظري تم انروف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر